هل بات العالم على أبواب جائحة جديدة؟ السؤال يستنفر مراكز البحوث بعد أن قتل إنفلوانزا الطيور H5N1 عشرات الملايين من الطيور وتسجيل إصابة ثلاثة أمريكيين بالفيروس منذ انتشاره المفاجئ بين الماشية ما جعل موقع بيزينيس إنسايدر يدق ناقوس الخطر ورغم أن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن خطر هذا الفيروس على البشر منخفض لكن خبراء الأمراض المعدية يشعرون بقلق متزايد ويبدون مخاوفهم من احتمال أن يقفز إلى البشر ويبدأ بالانتشار وارتفعت وطيرة المخاوف بعد تسجيل أول حالة إصابة في أستراليا لدى طفل يبلغ من العمر عامين وفق منظمة الصحة العالمية ومن أعراض الإصابة فقدان الشهية والحمة والسعال والقيء والتهيج ودخول العناية المركزة لمدة أسبوعين علماء الأوبئة يعتقدون أن مستوى القلق هو أكبر من أي وقت مضى لأن الفيروس بدأ بالتكيف وشكل معضلة حقيقية لمدة عقود تحسبا لأي تطورات بدأت الولايات المتحدة في تصنيع الملايين من اللقاحات تحسبا لهذا الفيروس حتى لا يعاد سيناريو كوفيد-19 اشتركوا في القناة